اهلا بك عزيزي المتابع في الحلقة التاسعة من هذا الكورس المميز اهم 200 مصطلح باللغة الانجليزية لتحفظ من اول مرة جميع الكلمات باللغة الصحية بالكتابة الصحيحة قم بتطبيق هذه الخطوات الثلاثة تكرر بصوت مرتفع خمس مرات نقرأ انا وانت طيب ثانيا اكتب بالكراس والقلم حظر كراس والقلم واكتب الكلمات بيدك لان هذا ضروري جدا بالحفظ وايضا قم باجراء الاختبار بناءة هذه الحلقة عدنا اربع اسئلة بسيطة خلنسو مراجعة سريعة للكلمات المرض حالينا في بداية هذا الكورس والى هذه الحلقة التاسعة ونتعرف على ايضا المصطلح ما اليوم كان عدنا الحلقات السابقة كما تذكر وحلقتنا لليوم راح يكون عدنا المصطلح إذا كنت لأول مرة تتابعنا وتريد تحصل على معاني هالكلمات والامثلة موجودة شرحها بالتفصيل تدخل على القناة السفيرس اكاديمي على بلايليست ثانيا تدخل على البلايليست تختار اهم 200 مصطلح باللغة الانجليزية الكورس كامل بناءتها الحلقة راح اراويك المكان تجد في البرنامج كامل بالتفصيل خلوا روح للمصطلحاتنا break in اللي هي بمعنى force entry to a building الدخول الى ما يبنى بقوة بتأتي بمعنى اقتحمة break in عدها عدة معاني اليوم راح ناخذ معنى الها بالحلقة القادمة راح ناخذ المعنى الثاني لكلمة break in ونعرف شرون نستخدمها في جملة هنا اليوم راح ناخذها بمعنى اقتحمة خليني نتدرب على قراءتها أنا وانت خمس مرات الآن خلينا الآن نروح نشوف بعض الكلمات الجديدة راح تمر علينا بالأمثلة نتعرف عليها بسرعة سرقة اقتحام شقة شقة سكنية يلا نروح الآن للمثال الأول شخص ما اقتحم الليلة الماضية وسارق جهاز الاستيريو الخاص بنا أكي somebody شخص ما broke in الفعل ماضي لفعل break اللي هو يقتحم break in يقتحم هنا ادت broke in اقتحمة بالماضي last night last night الليلة الماضية and stole our stereo stole our stereo stole الماضي لفعل steal اللي هو يسرق stole our stereo وسرق الاستيريو الخاص بنا خلينا نقرأها بصوت عالي حتى نعرف اللفظ الصحيح هذا ضروري جدا فلنبدأ الآن somebody broke in last night and stole our stereo somebody broke in last night and stole our stereo somebody broke in last night and stole our stereo somebody broke in last night and stole our stereo آخر مرة somebody broke in last night and stole our stereo خلوح للمثال الثاني سلسلة من عمليات اقتحام المنزل السكني الجديد خلنشرحها سلسلة من كلمة rush تتعدت معاني معنى هنا سلسلة من سلسلة من عمليات الاقتحام عمليات الاقتحام في المنزل السكني تعتبعنا شقق أو مجمع سكني الحاوس اللي بي أبورتمنت يعني بناء أو بيت ذات شقق ذات أجزاء ذات طواظق مختلفة سلسلة من عمليات اقتحام المنزل السكني الجديد خلينا الآن نساوي هدفنا نقرأ بصوت عالي خمس مرات فلنبدأ الآن يلا رقم مرة قبل أخيرة وآخر مرة خلينا الآن نساوي ملخص سريع للجمل المرت علينا بهذه الحلقة وشوف نفسك عرفت معناها الآن لو بعدك إذا بعدك راح تعرف معناها الآن بالدقاء القرى الجاية يلا خي نكمل break in I break down غلط نشخط على down نكتب break in مصطلحنا break in اليوم نروح إلى somebody broke in last night and stole our stereo يلا شنو معناها somebody broke in last night and stole our stereo فهمتها صحيح؟ ممتاز أحسنت خلينا أخذ الجملة البعضها a rush of break in at the new apartment house a rush of break in سلسلة من الاقتحامات at the new apartment house من المجمع السكني طيب الجديد هذه معناها أكيد فهمتها طيب خلينا الآن نروح إلى الاختبار ركز جيدا معي من الآن ومتأكد أنه أنت راح تحفظ كل المعلومات بعد هذه الدقاق البسيطة بالاختبار راح نتأكد أن حفظت أنت أو لا let's start right now سؤال الأول fill in the following blank املأ الفراغات التالية a rush فراغ break in at the new house شنو نخلي بها الفراغ وشنو نخلي بها الفراغ اكتب الإجابات سؤال الأول والإجابة أمامه بالتعليق a rush break in at the new house عرفت الإجابة؟ طيب الإجابة هي a rush off صحيح break in break in اقتحامات سلسلة من اقتحامات at the new apartment صحيح house ممتاز خلي الروح للسؤال الثاني translate from Arabic to English سلسلة من عمليات اقتحام المنزل السكني الجديد أكيد تعرفها بدون ما تراجع بدون تروح على مكان ثاني اكتب لي الإجابة الآن مباشرة بالتعليق وأنا أنظر لك اكتب لي سلسلة من عمليات اقتحام المنزل السكني الجديد شلون نقولها؟ a rush off صحيح a rush off break ins break ins اقتحامات at the new apartment house صحيح ممتاز خلي الروح للسؤال الثالث اقرأ هذه الجملة الآن لوحدك بصوت عالي يلا ابدأ الآن قرأتها صحيح؟ خلنا تأكد أنا وانت إذا قرأتها مثل ما راح أقرأها قرأتها صح وإذا لا كررها خمس مرات لوحدك خمس مرات جيد a rush of break ins at the new apartment house a rush of break ins at the new apartment house أحسنت نروح للسؤال الرابع والأخير واكتب لي الآن املاء هذه الكلمة break in اكتب لي كلمة break in بالتعليق أيضا إجابة للسؤال الرابع حتى نتأكد أنه املائك صحيح أيضا شكرا لك خلصنا الآن من الاختبار خلينا نقول لك عن الحلقة الجاية راح يكون عندنا مصطلح جديد وبنشرحها بالتفصيل هو break in أيضا لكن بمعنى آخر بجمل أخرى باصطلاح آخر إذن انتظرنا بالحلقة القادمة الحلقة العاشرة حتى تحصل على الدروس كلها طبعا اضغط على subscribe and زر الجرس هذا تضغط عليه حتى توصل لك إشعار عند نشر الحلقة الجديدة أما الآن مفاجأتك اللي هي قبل المفاجأ لحظة قبل المفاجأ تروح على قناة سفرس أكاديمي play list تروحنا تضغط راح تلقى أهمية يا مصطلح باللغة الإنجليز تضغط عليه وتشوف جميع الحلقات بالتسلسل من البداية إلى هذه الحلقة شكرا لك خلوا نروح المفاجأة مكافأتك بما أنت مثابر وخلصت الحلقة وصلت إلى النهاية دليل على أنت شخص فعلا مثابر وتستاهل الشي واللي راح أنطيك ياه هي خطة شخصية لتعلم اللغة الإنجليزية إذا ما حصلت عليها لحد الآن راسني راح أخليك رقم الواتساب أسفل هذا الفيديو ادخل وراسني حتى أبعث لك خطة شخصية ناسبك في تعلم اللغة الإنجليزية ناسب مستواك التدريب الشخصي أفضل برنامج إليك للتعلم من الصفر أو من المستوى اللي انتبه إلى الاحتراف إذن شكرا لك عن المتابعة انتظرنا بالحلقة العاشرة مع بريك إن بمصطلح جديد بمعنى جديد وأمثلة جديدة شكرا لكم لا تنسوني من صالح دعاكم إلى اللقاء